بدأت محكمة النقض المصرية إجراءات آخر محاكمة لرئيس المصري المخلوع حسني بمارك بتهمة التورط في قتل متظاهرين أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 والتي أطاحت بنظام حكمها وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى مطلع العام المقبل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحاكمة إلى مكان مناسب وإحضار المتهم الذي غاب عن الجلسة وكانت المحكمة نفسها قد أبطلت قبل أشهر حكما صادرا عن محكمة الجنايات يقضي بتبرئة مبارك من تهمة التورط في قتل المتظاهرين